كابتن أكرم أنت كمدرب هقول مثلاً أنه أنا خايف على لعبتي خايف من الإرهاق كانت زمانك عنده منتهت أربعة أيام مباراة زي ما النهاردة جوزي جوميز تكلم أنا مش عايز أضغط اللاعبين مش عايزي بعندي مشكلة وعايز ألعب بقوام أنا مش شايفه احتياطي ولكنه لعيبة ما بتشاركش كتير فما ممكن تشارك وتأدي بشكل كويس نص أنا متفق طبعاً مع كابتن أسامة في كل الكلام اللي قاله أنا أنا يعني أنا أنا ماشي كويس بشكل بتشكيل معين فأنا حتى لو هغير مغيرش يعني مغيرش الهيكل كامل أنا عملت تغيير هيكل كامل لكل الفرقة كأنني بلعب مباراة ودية مثلاً في متعوبة مع فرقة عادية لا أنا بلعب في الدوري وخلي بالك الدوري دلوقتي أنا أنا عندي الدور الأول ده هيحدد لي مشاركة في البطولات الأفريقية كمان يعني لازم ببقى من ضمن حساباتي طب ما أنا زي ما كابتن أسامة بيقول أنا ليه ملعبش الشوت الأول وإحنا زي ما بنقول الإصابة دي بقدرية وبتاعة ربنا ممكن في التمرين لأي لعب يصاب ممكن وأنا لو نزلت ألعب خمس دقائق ممكن أتصاب الإصابة دي يعني الإرهاق فيه فيه فترة جاية عند الاستشفاء ممكن أشتغل على الاستشفاء أجهز اللعيبة يعني حتى اللعيب اللي هو هيلعب المباراة ألعب الشوت الأول أقام من النتيجة وألعب كمان مثلا عشر داي في الشوت الثاني وغير بقى أبدأ عمل التقديرات بتاعتي واللي عايز يرتاح برياحه وبعد كده عمل الاستشفاء أنا عندي استشفاء سبعة أيامة كابتن أسامة قدي راحة يومين ومش راحة يعني مش راحة سلبية قدي راحة إيجابية من اللعيبة دا وأقدر أدي راحة سلبية يعني أنا النهاردة اليوم الجديد يوم اللي التين أنا أقدر أدي راحة سلبية شكرا